بقالي 48 ساعة أو 72 ساعة أو 72 يوم أو 72 شهر أو 10 سنين 20 سنة بيتقال دايماً هو أنت ليه ما تكلمتش عن الخناء؟ ليه ما تكلمتش عن الأزمة؟ ليه ما تكلمتش عن المشكلة؟ ليه ما بتقولش مين غلطان ومين صح؟ ليه ما بتقولش ده اللي بدأ وده اللي نهى؟ حكايات سخيفة حكايات ما ينفعش تتقال في قرة القدم حكايات ما ينفعش تتقال وإحنا بنتفرج وبنستمتع بلعبة حاجات مستفزة ضغط طول الوقت طول الوقت كلنا كلنا محشورين في حتة ما تيجو نتخانق ما تيجو نعمل أزمة ما تيجو نعمل مشكلة آه أنا عارف أنك هتقول لي أول حاجة دي على بالك تقول لي يعني هو أنت سبت فلان وبتتكلم عنه إحنا هو أنت سبت علان وبتتكلم عنه إحنا آه إحنا أنا وحضرتك اللي المفروض بنستمتع بالكورة وبس اللي المفروض ما نناش مصلحة مباشرة من الكورة هتقولني أنت ملكش مصلحة أنا رجل بتاع إعلام الناس بتوع الكورة بقى هم فرق واللعابين والمدربين بس كلنا بنحب الكورة وبنستمتع بيها عايزين نبص ونتفرج ونفرح وننبسط عايزين نهزر وندحك أنا عايز أطلق على الهوى أقول لك إيه الحق شفت اللعيب اللي كان في الأهلي عمل إيه وخد كبري واللعيب الزمالك اللي مش عارف نضحك عليه وترقص مش عارف إيه الحاجات دي زمان زمان بفرق على ما زبيره زمانة كمانا وشوفوا برامج الكورة زمان زمان كان بتتقال عادي في البرامج زمان كان بتتقال عادي في الأهاوي زمان كيف بتتقل في كل حتة من غير ما الناس بتتخانق مع بعض بيقعدوا يتحكوا فاكرين زمان كنت مثلا تلاقي والدك يقولك إيه لا لا أنا مش عايزة أنزل الشغل النهاردة أنا كنت حاطة رهان إن أنا هعزم الناس كلها على شاي الصبح في المصلحة الحكومية مثلا ولا هعزمهم على أكل عشان لو الأهل اتغلب ولا الزمالك اتغلب بيهزار وضحك ويوم حلو وحتى الوحش ما بيبقى شوحش قوي عشان أنت ما بتتخانقش عشان أنت ما بتتعصبش أنت بتبقى مبسوط طول الوقت بيستني المباراة بتجمع صحابك وأهلك وحبيبك وتتفرعوا على المباراة كسبت كسبت خسرت خسرت لكنا نسمع عن خنائة فلان وفلان ولا أزمة فلان وفلان ولا قصف الجبهة ولا الحملات الإلكترونية ولا أصلا مش عارف مين قالك إيه في التلفزيون ومين قالك إيه في الجورنال ومين قالك إيه في الموقع ومين كل الكصص دي ما كناش بنعيشها بنتفرج على الكرة كده بيور متعة ما فيش أي شوائب ما فيش أي تلويس بقت كل حاجة في الكرة مش كل حاجة بصراحة عشانا بقى أمين برضو بسيبقى فيه حاجات ملوسة كده بتتعبنا وبتاخدنا يعني حتى مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة لما أطلع أقول أنه عجبني جدا اللقطة بتاعت الممر الشرفي عجبني جدا اللقطة بتاعت شكبالة ومؤمن زكريا عجبني جدا هتفات جمعية الأهلي والزمالك تشجيعا لمؤمن زكريا عجبني اللعبة وبي بتسلم على بعض يقول لك إيه ده؟ هو أنت بتقول على ده وسايب اللي مش عارف عمل إيه ومعملش إيه ومش عارف إيه والكلام ده آه يا عم هسيب ده أنا عجبني المنظر الحلو ده هل حضرتك إحنا النهاردة إيه؟ تلت يوم تقريبا بعد القمة أو رابع يوم هل حضرتك فاكر المناظر اللي بقول لك عليها الحلوة دي؟ لا أنت اتخذت في مين تخاني ومين شتم ومين تعصب ومين تدايق اتخذت فبدل ما تستمتع وتبقى مبسوط وفرحان بمناظر حلوة ومشاهد جميلة ونقعد نمسك في المشاهد دي ونقررها مرة واثنين وآلف عشان تتكرر وتبقى أحسن واحسن كمان يعمل أزمات أكبر بعد كده طيب هم من الخسران ومرة أخرى ومرة ألف والله أنا عارف أن أنت شايف أن طرف غلطان وفيه الناس تانية شايفة الطرف التاني هو اللي غلطان براحتك بس أنا مش شايف بقى أو مش مش شايف أنا مش شايف الغلطانين أصلا مش شايفهم الأطراف كلها أنا مش شايفها مش عايز أشغل دماغي بيها مش عايز أجي الهوى وأتكلم مع حضرتك وأنا مضطر أشوف صيغة تطلع مين غلطان ومين مش غلطان أو تطلع الكل غلطان أو تطلع الكل مش غلطان مش عايز أشغل دماغي وأنا بتكلم في الكورة وبستمتع بالكورة بحاجات زي كده أنت ليه ما تعملش كده عاش تبقى عصابك هادية أنت بتصور أن تقعد في البيت وسط ولادك وعمال تتحرك تسكرول كده على الموبايل على السوشيون ميديا وفلان عمل في فلان وفلان رد لفلان وفلان تخاني مع فلان وإنت بدون ما تدرى دخلت في المود ده دخلت في العصابية دي دخلت في المود الوحش ده زعلت وتنرفزت هيأثر على يومك وحياتك ليه؟ ليه؟ يعني ليه ما بتستمتعش بالكورة ليه؟ اسمها لعبة أنا كل مرة أقولي الجملة دي أنا عارف بس هي اسمها لعبة لعبة كرة القدم ليه بقى تبقى خنقة؟ نفس القصة اللي كنت لست بقولها في المقدمة فاكروا إحنا عياد صغيرة ننزل نلعب في الشارع تلعب في الملعب تلعب في أي حتة في حد دايما هو اللي ينكد على كل الناس اللي بتلعب اللي يتخانق اللي بيخش جامد اللي بيشتم اللي بيتعصب وإحنا زيل نلعب أصلا مقجرين ساعة ورايحين استمتع بيها بس هو بوزت دانية والكرة اتخذت في الآخر ومشينا وروحنا واتنكدنا ليه؟ وإحنا زيل نلعب وننبسط نفس السيناريو بالزبط في ناس تتشبع في ناس مصدر سعادتها وحياتها هي النكد تستغربش حتى في العلاقات الشخصية هتلاقي كده في ناس تتغذى على النكد بتحب النكد وبتتدايق إن اللي حواليها مش متنكدين فلازم تتنكد زي هو ده اللي بيحصل بالزبط هو أنت سعي بالخناء أو يعني مش عايزة تخاني أنا مش عايزة تخاني ومش عايزك أنت كمان تتخاني هو لازم هو أنت مضطر هو بالعافية خلونا نقعد ننبسط شوي تعال أقول لك النهاردة الأهلي بيتحسن مش عارف في إيه والزمالك بقى لعبه حلو في إيه وشايف بقى برامدز كمان عندهم لعيبة حلوة قوي والإسماعيلي محتاجينه يرجع تاني عشان يرجع يطلع علينا نجومة عظيمة بس الناحية التانية اللي اتحاد محتاج تطويل فني شوي مش عارف في إيه نتكلم كورة نتكلم كورة هو عب بناخد وقت طويل وكبير وأيام طويلة وعريضة مو نفسة حلوة في الدوري السنة دي فرق النقاط قليلة بين الأهلي والزمالك وهو الزمالك وبيرامدز والأهلي بحسب الترتيب دلوقتي نقاط قليلة والدنيا سهلة وحلوة وكل واحد عارف إنه ممكن يوصل وإحنا مستمتعين أو المفروض نبقى مستمتعين بالمنافسة دي كل واحد عنده ظروفه الأهلي عنده إصاباته وغياباته الزمالك عنده إصاباته وغياباته واللعابين الرحلين بيرامدز بيقول أنا حاول أزوق نفسي شوية مع مجموعة لعابين رائعين حتى لو ما عنديش جماهير بس أنا هعرف أزوق نفسي وأخذ أول بطولة في أفكار وحاجات ممكن نتكلم عنها ليه النهار إحنا أول ما بنلاقي مساحة فاضية ما تيجي نتخلق فيها فكروا جدا يا جماعة أنا بمكلمش حتى الجيل الحالي أو الجيل الصغير اللي هو مثلا 17 18 19 سنة أمش بكلم الجيل ده عشان يمكن ما شافش الجيل ده اللي احنا ممكن نكون شفناه بس احنا شفنا متعة الكرة حقيقية احنا سبقا كنا بيتبعونا ورق كده ويكتبوا الأهلي مش عارف حصل فيه إيه فيه مناورة وفيه مغامرة وفيه مش عارف والزمالك والورق ده كنا بروح نصوره وبنوزعه على بعض والدنيا كي بتبقى لطيفة ونوع نضحك وبنهزر وياخذوا كوبي بيست من والأهلي لما يخسر ونوع نهضر ونضحك اضحكوا يا جماعة انبستوا هضر مع اللي جنبك على على القهوة زمالكاوي أو أهلاوي هضر معاه اضحك وقول له احنا عملنا فيه وما انتم بتعملوا كده على فكرة بالمناسبة كل مجموعة الصحاب فيه أهلاوي وزمالكاوي بيخرجوا مع بعضوا بيهضروا بيتحكوا بس قول ما بيخش على سوشال ميديا بتبقى حرب يا ابني ويا سيب مش عارف ايه وانت ما بتفهم او ان كنت متضرر يعني بس اللي عشان نفسك ليه تتهلك يومك وتستهلك يومك في حاجات تحرق دمك وانت اصلا اكيد يعني زي اي برعدة في الكون عندك همومك يعني اللي هي اكيد اكبر بكتير من مين يتخلي مع مين في الكورة اكيد يعني فانت بتشغل نفسك بالكلام ده ليه استمتع يعني على قد ما تقدر استمتع دي نقطة